طبعاً نحن النهاردة في انتظار نهائي كاس ربطة الاندية اللي هيجمع ما بين المصري البورسعيدي واسيراميكا كيلو باترا في لقاء لا يقبل القسم على اتنين ولازم يتم تحديد الفائز باللقب عشان يصعد على منصة التتويق في النسخة التانية من عمر البطولة المستحدثة بالكرة المصرية حقيقة يا شازي كمان هنتكلم عن تفاصيل المباراة ومين الأقرب للفوز بالبطولة وإيه التشكيل المتوقع للفرقتين وازاي هيتعامل المدربين مع النهائي كمان هنتكلم عن مركاتو الصيفي للاندية المصرية والتدعمات اللي محتاجها الفرق كل ده هنتعرف عليه من ضفنا أشرف الشامي الناقد الرياضي أهلاً بك يا فندم نهائي صباحاً خيراً لحضرتك يعني في البداية شايف ازاي طريقة التعامل أو التكتيك اللي يمكن هيعتمد عليه النهار الده ميمي عبد الرازق في المباراة طيب خليها بس نقول أول سطرين كده في المقدمة يعني إن النهائي ده نهائي مختلف شوية نهائي ما بين نادي جماهيري ونادي شعبي نهائي الاثنين رؤساء أن ده رجال أعمال كبار يعني فانت عارف بيبقى فيه نوع من التشويق والإصارة شوية ما بين رجال الأعمال كمدعبة يعني المصري برسعيدي مفاس بطولة بقاله 28 سنة تقريباً بيمنى النفس والمدينة كلها عبارة عن اللون الأخضر بيكسوها من كل حتة حالياً فيه خمس تلاف مشجع يكونوا موجودين من برسعيد تعريباً بمتين باص رجال أعمال وناس مختارة في برسعيد مطلع البصات حلم كبير جداً بتعيشوا للمدينة البسيلة أنها تتحقق البطولة بعد غياب 28 سنة مع هذا الجيل على الجانب الآخر سراميكا كولوباترا مفاس ببطولة قبل كده البطولة بالنسبة له عنده دوافع كبيرة جداً أنه هو يكسبها مع جهاز فني جديد بقائد الكابتن أيمن الرمادي دي أول مباراة؟ دي أول مباراة لأيمن الرمادي دي أول مباراة الرجل يعني ما مرنش الفارق أكتر من 3-4 تمرينات وشغال نفسي أكتر منه فني لأن لو جبت أعظم مدرب في العالم مش هالحة أنه يشتغل ولا يطبق اللي في دماغه يعني فأنا أغلب الظن أن الرجل هيلعب بنفس الطريقة وبنفس التشكيل اللي اللعيبة متعودة عليه اللعيبة متعودة عليه اللي هي 4-2-3-1 وبالنسبة دي نفس طريقة لعب النادي المصري برضو المصري بلعب بنفس الطريقة الجمور هيكون له عامل السحر طبعا بالنسبة للمصري لأن ده نادي شركة زي ما احنا قلنا وده نادي جماهيري فالحضور الجماهية هيبقى فاصل مقطة فاصلة بالنسبة المباراة دي على الجانب الأخر بقى سراميكا بيحاول طول الوقت إن هو عاود قصة الحضور الجماهيري والتخوف من الحضور والتشجيع والرهبة اللي ممكن تكون عند اللعيبة من ده بأن كابتن أيمن بيشتغل بشكل نفسي بقاله 3-4 أيام بيشتغل مع القيبة بشكل نفسي بيشيل عنهم الضغوط بيزيل عنهم أي حاجة ممكن تحصل يعني لعبوا براحتكوا حاولوا أنتوا تعملوا حاجة عن نفسكم حاولوا أنتوا تحققوا بطولة أنا المسؤول عن أي نتيجة وأنا هطلع أقولي الكلام ده كسبنا خسرنا لازم نطلع نشكر الإدارة ونشكر كل المداربين السابقين فعارف اللعيبة عندها ريحية معلها نفس الضغوط النفسية اللي عند لعبة النادي المصري اللي كل الجمهور البورسعيلي بيطالبهم بتحقيق البطولة إحنا ليه دايماً عندنا بنلاقي كده ساعات كثيرة بيغيروا المدربين قبل المطش الفاينل بما فيش يعني أصلاً إزاي ده بسموح به إنه يحصل لأنه بشوف إنه بس العيبة بيبقوا وغدين على تكتيك معين من المدرب بيبقوا متعودين عليه بزيد خلاص إنه فاضل تكة ويا إما يفوزوا هو بيحصل في كل حتة في العالم بس عندنا المسألة بتبقى زايدة حبتين تلاتة أربعة يعني يقولي كيفة متى شيء عندنا إحنا بتعامل بالقطع ما نمتعاملش بالمشوار يعني أنا من ضمن الحاجات الغريبة اللي استوقفتني إن أنا إزاي أوجه خطاب شكر للكابتن حلم طولان قبل أيام بسيطة جداً أنت كانت تكون أسبوع العشرة أيام من براه أنا عندي نهائي كاس رابطة وأنا حلمي إن أنا أخد بطولة فعايز أقولك إن الناس نفسهم ما يعرفوش السبب يعني اللي جوة النادي نفسهم مش عارفين إيه السبب أي يقولك قط اللبس فيها مشاكل أصلي الكابتن حلمي حازم شوي يعني مفيش سبب معين حد يقدر يقولك آه ده هو ماشوا كابتن حلمي وجابوا كابتن أيمن في التوقيت الصاحب ده عشان خاطر كذا لا مش موجود طيب الكابتن ميمي هيعمل إيه النهاردة؟ هل هيبدأ ضغط من بداية المباراة؟ الكابتن ميمي بيحلم إنه حق بطولة مع النظر المصري مدربين الجمال جداً على فكرة طيبين جداً محترمين جداً أكاديمي الكابتن ميمي هو حاطت سيناريو للمباراة كلمة السر في مباراة الليلة هي خط الوسط لو يعني يعني عايزين نكون أكثر دقة يعني هو خط الوسط خط الوسط هو اللي ممكن يرجح كافة المصري أو يعمل غلبة لسراميكا كولوباترا الرجل بيشغال على فكرة تديق المساحات عشان ما يسبش مساحات لعيبة نص الملعب بتوع سراميكا كولوباترا بتتكلم في إن محمد ابريم ده واحد ونص فرق لعيب هايل طبعاً يعني فهيبقى مقافل المساحات هيبدأ ضغط بيعتمد سياسة الخطف إن هو عايز يخطف جون بدري فدا يريحه ويصدر الارتباك لسراميكا كولوباترا عامل حسابه في سن الراهاب بديلة ممكن أنها تخطف لأن برضو أنت بتتكلم في إن سراميكا عندها العيبة اللي تخلصوا وعندها الدوافع كمان وعندها نفس الدوافع وعندهم نفس الرغبات وعندهم نفس الإمكانيات يعني أنت بتتكلم من دول عندهم العيبة ممكن يقدروا يخلصوا آه ودول عندهم ممكن العيبة يخلصوا آه طبعاً موجود إنما هو حاطت أكتر من سيناريو وفقاً للآخر المعلومات اللي أنا توصلت لها مبارح يعني إن كنت بقى يعني أجرت اتصالات مع أحد منهم يعني من الزملاء في الجهاز الفني فهم يعتمدوا السياسة الخطف إن هم عايزين يخطفوا في أول ثلاث ساعة ده يريحهم كتير جداً ويصدر الارتباك للمنافس آه فكرة تأفيل المساحات الفرقتين عندهم نفس الفكرة إن أنا ما يدخلش فيها جون في أول نص ساعة آه سياسة النفس الطويل المصري مش عايز يوصل لضربات الجزاء لأنه عارف إن سرميك أحظوا على ضربات الجزاء سياسة النفس الطويل دي تنفع مع النادي اللي عنده خبرة آه طبعاً بس خد بالك ما هو في النهاية الفرقتين عندهم لعبة عندهم خبرات يعني ما تقدرش تقول إن ما يعني عندك في سرميك روباتر الفيرود صلاح محسن نادي الأهلي آآ آآ المصري مروان حمدي نادي الزمالك يعني عندك أنت اللي يقدر يخطف آآ عندك خبرات كافية آآ عندك عمرو موسى عندك داغموم عندك جريندو في المصري عندك أكتر من لعيب يقدر إن هو يتحكم في رتم المباراة في الفرقتين مش في فرقة دونه الأخرى يعني بالمصري طبعاً إنت إزاي شفت المشوار الأنبي مثلاً النادي المصري ونادي سرميكا كليوباتر على مدار البطولة يعني الحقيقة إن هما الاتنين يوصلوا للنهائي فدي حاجة كبيرة جداً وإنه لعيبتهم عملوا أداء حلوة قوي في الفترة اللي فاتت شايف كل واحد من الفريقين أداءه كان عامل إزاي تقييمك ليه ومين الأقرب؟ هو بصي هو المصري في دور 16 هو صعد بفوزة اعتباري بعد اعتذار النادي لحل على استكمال المسابقة اللي دي الوقت بالنسبة له مشوار المصري كان أصعب طبعاً قبل الإسماعيلي في الدور ربع النهائي كسب 2-0 قبل فيوتشر كسب 3-1 بضربات الترجيح المصري حتى مفنش في المركز الخامس في الدوري 47 فعلى الورق تقدر تقولي إن المصري قرب على الجانب الآخر هتلاقي النصر ميكا كروباتر التلات ماتشاط اللي لعيبهم بداية من دور 16 كسب سموحة 5-3 كسب سموحة 5-3 وبعدين البنك الأهل 4-3 وبعدين تحاد سكندر 4-3 والتلات ماتشاط انتهوا بضربات الترجيح يعني سرميكا كسب بضربات الترجيح سرميكا وصل نهائي وهو لم يحقق الفوس في الوقت الأصلي للمباراة فدي تخوف المصري خائد فعشان كده بقولك دي المصري لازم يخطف زي ما حضرتك بتقول المصري الأيام منها جداً فعشان كده مش عايز يوصل الله وعايز يخلص في الوقت الأصلي لإنه ما فيش وقت إضافي هو الوقت الأصلي وضربات الترجيح مباشرة فعايز يخطف عشان كده قلت لك ويعتمد سياسة الخطف الأول مش عايز يوصل لإن حظ سرميكا بيبقى أعلى في ضربات الترجيح عظيم طيب البطولة دي جديدة مستحدثة أهميتها هي زي تفيد الكرة المصرية بص خلينا نقول إن البطولة دي يعني لو كانت حدد لها سن كانت هتبقى أكثر إفادة للكرة المصرية أنت عندك مسابقة كاس مصر عندك السوبر المصري عندك الدوري عندك كاس الرابد كاس الرابد ده كانت عمل قبل كده في سنة 2000 على ما أتذكر وسمي مجازا كاس للتحاد مش كاس الرابد كاس مكاس للتحاد وعلى ما أتذكر برضه من القناة كانت أحد أبطاله في السنة أول بس هو فيش كلية هنا اللي إنت مفيش دوافع لتخلي الفرق إنها تبقى حريصة إنها تعمل نتائج الفرق كلها بتاخدها إنها إيه بتجرب اللعيبة اللي ممكن تمشي تديهم فرص إضافية تجرب اللعيبة الناشئين تجرب اللعيبة العائدين إليها فبقت المسابقة يعني أو ده كان الهدف منها النهار ده ما بقتش كده يعني عشان كده الأهل ما كملش فيها يعني الأهل ما كملش إنه دي الوقت بالنسباله كان مهم جداً لأ طبعاً عندي أولويات طبعاً هلعب أفريقيا هلعب دوري هلعب كاس عالم الأندية هلعب كاس مصر يبقى دي أقل بطولة إن أنا ممكن أشارك فيها لكن ممكن تساعد فرق تانية من كتاب التاريخ أه ده أكيد طبعاً أكيد بس هي أنت لو حددتها بسن هتبقى حاجة عبقى راجد صحيح يعني لو قلت مثلاً بطولة بطولة الرابطة دي حافواً بطولة الرابطة دي أو كاس الرابطة ده يبقى الأعلى سن فيه 23 سنة مثلاً يعني يبقى أنا على الأقل خدمت كمان للمنتخب الأوليمبي صحيح لأنا عملت فترة إعداد موازية للعيبة اللي ممكن تكون مرشحة للمنتخب الأوليمبي إنما أنت سبتها تحت نفس النطاق إن أنت يعني سميها بقى بطولة الرديف سميها بطولة قوات الاحتياط المخزون الاستراتيجي سميها زي ما تسميها يعني إنما هي عاملة أزمة بالمناسبة في الموعيد يعني لك أنت تخين ندي الأهلي السيزون بتاعه أفريقيا بكاس عالم أهديها بدوري بسوبر بقى كمس سمعين مباراة